موسيقى السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة من تورين ويب نيوز وكما العادة سنبدأ بالنشرة الجوية فكما تلاحظون فدرجات الحالة تراوح ما بين 20 مئوية والرطوبة تراوح ما بين 52 مئوية أما الضغط تراوح ما بين 993 ميلي بار وإليكم أخبار اليوم تعتقد في هذه الأثناء جلسة المجلس البلدي المرتقبة لنهار اليوم الاثنين 20 شتنبر وكما العادة من الممكن متابعتها على الهواء مباشرة عبر قناة الويب الخاصة بمدينة تورينو أعلنت مدينة تورينو افتتاح مصابقة بونيفيت بريمو كازالة لمنح 157 منح دراسية مخصصة لتلاميذ المدارس التانوية لسنة الدراسية 2009-2010 ففي انتدار هؤلاء التلاميذ منحة واحدة قيمتها 194 أورو و176 منحة قيمة الواحدة منها 867 يورو كيفية تقديم الطلب وآخر أجل لتجدونه على موقع البلدية بصفحة إنفورما لفورو تقرر أن يوم 13 سبتمبر 2010 هو يوم افتتاح تقديم طلبات دعم الكراء وذلك إلى غاية 15 أكتوبر ومن شروط تقديم طلب لا يجوز الداخل السنوي للأسرة 1913 يورو والمواطنون الأجانب يشترط في استفادتهم من هذا الدعم أن لا تقل إقامتهم في إيطاليا عن 10 سنوات أو 5 سنوات في جهة البيامونت اعتبارا لتاريخ 15 يوليو 2010 ويحق لبعض الفئات الاجتماعية الاستفادة من دعم أكبر للمعلومات زور موقع البلدية باللغة العربية أعدت الإمس على موقعها قسمة مخصصة للعمل الأهلي والإمكانية واللؤوج لهذه الصفحات ينبغي التسجيل على موقع الإمس وذلك لتسهيل إجراءات المتعلقة بهذا العمل كقيام رب العمل بتعيين شخص ما كمستخدم لديه والاحتفاظ بالنسخة من هذا الإجراء وكما هو معروف فالإبلاغ باستخدام عامل أهلي إلزامي يجيب القيام به في اليوم السابق من بدء علاقة العمل ويمكن الإبلاغ عبر الإنترنت أو عبر الهاتف على الرقم 803-164 أما إذا كان العمل أجنبيا فينبغي على رب العمل أن يرسل أيضا عقد الإقامة لشباك الوحيد للهجرة كانت هذه آخر أخبار اليوم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر